يا هلا بيكم ازاي بكم عاملين ايه بقلنا كتير معليش ما تكلمناش في الموضوع بتاع سلسلة الهجرة ده بس النهاردة معنا فيديو كده طويل ومفيد قوي بس كوباية الشاي والقهوة بقى ونقعد كده عشان قاعدين حابة حلوين كده مع بعض النهاردة حابة بتكلم على اشهر ثلاث انواع للفيزا ان انت تيجي هنا استراليا كهجرة ف يلا بينا في الفيديو اللي فابت هل هينفعت هاجر اصلا ولا لا اتكلمنا كده عن شوية شروط يعني لازم تتحقق فيك اصلا عشان انت ينفع تهاجر الفيديو هايزهر لكم فوق هنا فقبل ما نبدأ في فيديو النهاردة خلينا كده نعمل دي رفريش سريع اه على اللي احنا قلناه الفيديو اللي فات هندخل على موقع الهجرة اللي هو المرة اللي فاتت تكلمنا عن اشهر فيزا للهجرة اللي هي ودي من اسمها يعني مش محتاج انك تجيب اي سواء من ولاية او شركة او اي صاحب عمل هتشتغل اللي عنده يعني مفيش نظام كافيل لها او كده الموقعين اللي هنتكلم فيهم النهاردة هما نفس اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت في الفيديو اه في فيديو بتاع الشروط عندنا الموقع بتاع امي.هومافيرز.gov.au وعندنا الموقع التاني اللي هو مش بتاع الحكومة موقع دين اسمه انزيسكو سيرش هتلاقو اللينكات بتاعيته ومحطها لكم تحت هنا في الديسكريبشن مفترض ان الاتنين ويبسايتز دول مرتبطين ببعض والانفو اللي على الاتنين بتبقى تقريبا هي نفسها يعني هندخل على الموقع الاول اللي هو بتاع الحكومة اللي هو امي.هومافيرز.gov.au هتختار فيزا وبعد كده getting a visa وبعد كده list of all visas وبعد كده working and skilled visas وهنختار skilled independent visa 189 بعد كده هتنزل تحت هتلاقي الزرار بتاع details box زرار الازرق اللي تحت دوت لو نزلت تحت ودست على details هتلاقيه ودك لصفحة بتاعة ال process اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات process الهجرة بصفة عامة يعني عاملة ازاي اه لو نزلت تحت وختارت او لو انا اختارت about this visa انا خلاص احنا شرحنا ال process في فيديو اديم النهاردة حابب اتكلم سرعة على الفيز بقى نفسها فلو اختارت about this visa هتلاقيه بيقول لك معلومات عن الفيزا دي انها independent بمعنى انك بتسمحلك تقعد في اي حتة متعيزها في استراليا اه في اى ولاية وتتنقل براحتك جدا وتشتغل فاي اي حتة من غير اي قيود اه بلاس انها بتديك اا اقامة مدى الحياة اللي هذه زيということで كان بتاع امريكا في استراليا فتقدر تدخل وتخرج من استراليا زي ما انت عايز مدى الحياة هي مفوض الفيزا بتطلع مدة خمس سنين مفوت هي اقامة او مدى الحياة بس الفيزا نفسها بتتجدد كل خمس سنين. بجددها خمس سنين كمان ده لو انت اصلا لسه مخطش الجنسية لان اصلا انت مفترض بعد اربع سنين من تاريخ اول وصول لك الاول لاندين بتقدم على الجنسية لو قعدت هنا ثلاث سنين من اخر اربع سنين انت عدت فيهم في استراليا يعني انت وصلت مثلا من 2018 يحق لك تقدم في 2022 انت بعد اربع سنين تكون قعدت منهم ثلاث سنين لو انت حصل اي ظروف ما قارتش تحقق الكونديشن دوت بتقدم عليها لمدة خمس سنين كمان وهكذا وهكذا لحد ما بتاخد الجنسية الاسترالية وبعد كده هختار الاجبلد هتلاقي الشروط نفسها بتاع الفيزة اللي هي ال 189 ان انت اولا يجي لك دعوة ان انت تقدم بعد كده يبقى معاك سكيلز اساسمنت ان انت عملت المعادلة بتاعتك يعني وبعد كده يكون سنك مش اقل من سن مش اكتر من سن معين وبعد كده يكون محقق المنمم اللي هو القانوني اللي هو الهم الفيرز رول اللي هي الاساسية على كل الناس ال 65 نقطة وبعد كده يبقى معاك الليفل ده من الانجلش وبعد كده يبقى معاك ان انت عامل معادلة ويكون سددت كل الديون اللي عليك للحكومة ما يكونش عليك اي احكام قضائية مثلا مكان ما انت كنت عايش او هنا تكون مثلا عملت تكون سددت كل الان لو انت مثلا كنت مديون للحكومة الاسترالية هنا مثلا باي فلوس تكون سددتها الكونديشنز دي سيبتع باي اي ان كان نوع الفيزا اللي معاك دي كانت الفيزا 189 اللي هي الفيزا الاساسية واش تكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت اهم شارطي للفيزا دي انك تكون جاي بالمينمم بوينز بتاعت التقديم اللي هي حاليا ال 65 نقطة او اكتر ولو عندك كزا فكتور بتجمع منهم النقطة دي زي مثلا تكلمنا عنه قبل كده في الفيديو بتاعت زي تحسب النقطة بتاعتك زي مس حتلاو لينك بتاعه برضو فوق الفاكتورز دي مثلا زي سنك زي الخبرة زي البكاليوس اللي معاك مثلا مؤهلك عمل ازاي معاك بكاليوس ولا ماجستير ولا 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 وشوية فاكتورز تانية كلمنا عنهم في فيديو قبل كده النهاردة باح حابة بتكلم على نوعين الفيز التانين اشهر نوعين تاني بعد ال 189 ال 190 وال491 الفيز دي هنا بيسموهم ال Sponsored Visa اللي هي 190 وال491 ايه الفروق بينهم وايه شروطهم وازاي اصلا تعرف وظيفتك ينفع لها انك تقدم على انهي فيزا من الثلاثة دول بصفة عامة سواء ال 189 او ال 190 او ال 491 ولا كلهم كده ممكن تنت اصلا نوع الوظيفة بتاعتك ينفع تقدم بها على الثلاثة فيز دول مع بعض اتكلمنا احنا كده على التفردا انك وظيفتك للأسف مش موجودة مسلا في الليستة بتاعت الوظائف الاساسية اللي بيسموها هنا ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية لو وظيفتك مش موجودة في الليستة دي فانت كده مش هينفع تقدم على ال 189 اصلا وظيفتك مش موجودة او لسبب ما يعني معرفتش انت اصلا تجيب ال 65 نقطة بتاعت تقديم فانت برضو مش هينفع تقدم على ال 189 اللي هو المينمام بتاعت تقديم اصلا 65 نقطة او جبت ال 65 وعايز تعلي نقطك او تزود نقطك يعني بحيس تيجي لك الدعوة بتاعتك اسرع بس للأسف مش عارف تحسن الانجليش بتاعك وما فيش اي فاكتور تاني عارف تزبطه مش عارف مثلا تزود الخبرة بتاعتك فانت خلاص كده وقفت مثلا عند نقط معينة سواء 50 سواء 55 سواء 60 والدنيا وقفة ومش عارف تزود او توصل نقطك لل 65 نقطة الحكومة هنا عملت لك زي نوعين تانيين كده من الفيزا بس دول بقى بشروط معينة لازم تكون متحققق اصلا علشان ينفع انت اصلا تقدم على ايا من نوعين الفيز دول عندنا لسكيلد نوميناتد فيزا 190 وعندنا لسكيلد وورك ريجينال بروفجينال فيزا 491 اللي اتنين اهم شرط اليوم هو النوميناتشن او حاجة بيسموه هنا ترشيح الولاية نفسها في ال190 من اسمها نوميناتد يعني انت بتبعت للولاية انها تعملك نوميناتشن وترشحك انك لما توصل لستوراليا تروح تعيش في الولاية دي بس وتشتغل بتشتغل هناك مثلا بعت الولاية فيكتوريا اللي هي الولاية اللي فيها ميلبورن والولاية بعتت ليك ورشحت لك مثلا وعملت لك نوميناتشن ترشيح ماينفعش او ما توصل لستوراليا مثلا تروح تقعد في ولاية تانية اللي هي ولاية نيو ساوس ويلز اللي هي فيها سيدني لا لازم تروح تقعد في الولاية اللي رشحتك اللي هي فيكتوريا على الاقل لأول فترة اللي هي سنتين لأنك فيه commitment بينك وبين الولاية دي والتزام بينك وبينها أنها اللي بعثت لك عملية لك ترشيح فأنت مفترض تروح تقعد هناك وتشتغل هناك ده السبب الأساسي أنها أصلا عملية لك ترشيح في المقابل بقى ترشيح الولاية دوت بيديك 5 نقط تكمل بيهم 65 نقطة لو أنت ما وصلتش اللي هما المنموم أصل لهم مطلوبين للهجرة لو مش عرف توصل لها أو لو أنت حتى وصلت إلى 65 نقطة بتديك 5 نقطة زيادة أنت توصل تبقى ممكن 70 أو لو أنت 70 تبقى 75 وكل ما زودت نقطة كل ما هجي لك الدعوة أسرع الفيزا 190 بتديك نفس بتزبط زي 189 مفيش أي اختلاف إقامة دائمة لمدة خمس سنين وبتتجدد وبتديك الحق أن تتقدم عالجنسية ما بتقعد ثلاثة من أصل أربع سنين بعد أول تغلل أنها بتديك في حق الرعاية الصحية اللي هو الرعاية الصحية اللي بلاش هنا مفوت في استراليا وحق طبعا أنت بتقدم عالجنسية بعد ما تقعد هنا فترة معينة نفس البنفت بالزبط بتاعت الفرق الوحيد بس أنك بتبقى مقايد بولاية معينة ومطالب أن أنت تقعد فيها وما ينفعش تسيبها مثلا وتشتغل في حتة تانية وهي بتليمت من حيث المعيشة والشغل في السورة لإنتاجات لك الدعوة على ولاية فأنت مفترض تروح تقعد في الولاية دي على أقل الأول مثلا الفترة اللي هي مدة سنتين لو جالك عقد في ولاية تانية أو معرفتش تلاقي شغل في الولاية اللي انت فيها ممكن تقدم على طلب وتروح لولاية التانية بس الموضوع ليه انت أصلا لازم تزبط أن انت كنت بتدور على شغل في الولاية اللي رشحتك ومعرفتش عشان كده هتسيبها وتروح الموضوع مش سلس قوي كده نفس الفكرة برضو لل لازم ترشح ولاية لكن الاختلاف بينها في كذا اختلاف بينها وبين أولا الفيزا دي يعني لو جات لك الدعوة وجيت بيطلبوا منك تقعد في أماكن معينة في الولاية اللي رشحتك مش في قلب السيتي مثلا بحيث يزودوا الخدمات في المناطق البعيدة شوية عن السيتي ويبقى فيها يبقى فيها ناس أكتر يعني لو جات لك الدعوة في ولاية مثلا فيكتوريا مثلا مش هينفع تروح تقعد في قلب ميلبورن سيتي اللي هي قلب البلد لأ بتروح تقعد مثلا أو حتة بعيدة شوية نفس الفكرة لو جات لك الدعوة في نيو ساوس ويلز اللي هي الولاية اللي فيها سيدني مش هينفع تروح تقعد في السيدني كسيتي نفسها لا لازم برده وقعد في حتة بعيد شوية. تاني اختلاف ان دي ليش اقامة مدى الحياة زي الفور زي الوان ناينتي لأ دي تيمبري فيزا فيزا مؤقتة او ممكن نقول عليها يعني انتقالية اللي هو بتكون بتكون بس باقامة خمس سنين وبتسمح لك بعد ثلاث سنين من الاقامة دي ان انت تقدم اصلا على الوان ناينتي دايما في استراليا عن طريق فيزا تانية اسمها الوان ناين اه دور يعتبروا الا بين الاثنين للفور ناين وان ان انت مقايد بمكان معين والمكان ده كمان ما بيقاش في السيتي بيبقى مكان مضطرف شوية او بعيد شوية عن السيتي يعني مش بايد قوي تاني سبب ان هي مش بير مجزدي مش اقامة مدى الحياة انت لقى بتوها فترة وبعدين تقدم على الاقامة الدايمة اه دول بيعتبروا اهم عبين مزيتها بقى ان هي لو الوان تسعين كان بتديك خمس نقاط لا الفور ناين وان بتديك عشر نقاط كاملين علشان توصل للخمس وستين نقطة المطلوبين للهجرة او لو عاوز تزود نقطة يعني ووظفتك مطلوبة في الليستة بتاعت الشغل للولاية دي هنتكلم على الليستات بالتفصيل دلوقتي خلينا بقى نااااا نتعمق اكتر شوية في الفستين دول والشروط بتاعتهم في نفس الويب سايت من نفس الويب سايت اللي هو همي دوت هم افرش دوت كاف دوت ايو لو دخلنا على الفيزا اللي هي مئة وتسعين او الفور ناين وان هتلاقي الشروط بتاعتهم هي نفس بتاعت الفرق بس اللي تضاف شرط جديد اه بالشروط القديمة وهو ان انت يبقى فيه يعمل لك يتعمل لك نومانيشن to be nominated او sponsor اه ان لازم يكون اه في ولاية عملات لك invitation ودعوة لتقديم عندها وده شرط ما كانش موجود في الفيزا الوان ايت ناين علشان هي independent مش محتاج اي من اي شركة ولا ولاية اصلا انت بتروح طوات في اي مكان انت عايزه في استراليا. استراليا ليها تلات انواع للفيز للهجرة الوان ايت ناين فطبيعي هم عملوا تلاتة list of occupation عملوا تلات لستات للتقديم على الشغل اه واللست دي بتبقى بتتابديد اه يعني بتعملها ابدات كل ستة شهور في وظائف تتشغل ووظائف بتتحط حسب احتياج البلد بصفة عامة وحسب احتياج كمان كل ولاية من الولايات. عندنا تلات انواع لللستات. عندنا في دي الليستة الاساسية للوظائف المطلوبة الاختصار بتاعها مل تي اس اس ال. ودي لستة الوظائف اللي الاساسية للفيزة اللي هي الفيزة اللي مش وكمان برضو بتبقى للوان ناينتي والفور ناين وان زي ما هنقول دلوقتي. الاتنين التانيين دول الليستابعت قيمة الوظائف للولايات نفسها. لو وظفتك في ايا منهم يبقى انت كده خلاص انت مش هينفع تقدم على الوان ايت ناين لان انت لازم لك انت لازم تعمل او محتاج من اي ولاية. التانيين عندنا دي مينلي للفيزة مية وتسعين وبرضو للربعمية واحد وتسعين. بس مش هينفع تقدم على الوان ايت ناين. واخر حاجة الار او ال الريجنال ودي مينلي للفيزة فور ناين وان بس. الامل تي اس اس ال دي اللي فيها كل الوظائف المطلوبة في استراليا كلها. ودي الليستة العامة بتصفة عامة. سواء بقى مهنسين ده كثرة حرفيين. كل حاجة تقريبا. اه. والوظائف دي بيكون الوظائف في الليستة دي بيكون مسموح ليهم في اغلب الوقت انهم يقدموا على ثلاث انواع الفيز اللي قلناهم. الوان ايت ناين. الوان ناينتي الفور ناين ون. اه. اللي اتكلمنا عنه قبل كده يعني. اه. الا لو في شروط ولاية معينة يعني حطاها ان لأ ما ينفعش انت تقدم مسلا الفترة دي الا على الوان ايت ناين. مش هعمل لأي حد الفترة دي. بس الاساسي ان الليستة او الوظائف دي. ممكن يقدموا على اي نوع من الثلاث وظائف. اه. لو الولايات فتحت باب التقديم على الوظائف دي وقتها يعني. اه طيب الحاجة التانية دي لستة الوظائف للفيزا مية وتسعين ماينلي اساسي. الوظائف دي اصحابها مش هينفع يقدموا للأسف على الفيزا اللي هي الوان ايت ناين. اه. لكن ممكن يقدموا على الوان ناينتي اكيد. ممكن يقدموا على الفور ناين ون. هي عاملة زي هرم كده يعني انت عندك فوق خالص الليستة الكبيرة. ينفع يقدم على اي نوع من الثلاثة. بعد كده الليستة اصغر شغال ليها الـ . ليفى يقدم على الليستين التانيين والن ناينتي والفور ناين ون. وبعد كده عندك الليستة الاخيرة بقى الليها دي ينفع يقدم علي فور ناين ون بس. فالفيزا يعني الص около دي الوظائف اللي فيها مش هينفع يقدموا على الوان ايت ناين لكن ممكن يقدموا على العادي ده اساسي بلاس ممكن يقدمه على الوال ولايات والمناطق الريجنال فتحة ساعياتها باب التقديم في الوقت ما انتم بتقدموا ساعيتها على الفيزا. اه بالنسبة بقى الاخر حاجة الار او ال. اه فدي لستة الوظائف للفيزا الفور نين ون بس. اه لستة الوظائف دي مطلوبة في الاماكن مش عايز اقول النائية بس هي البعيدة شوية عن السيتي يعني. اه والوظائف دي مسموح لاصحابها بس انهم يقدموا على الفيزا فور نين ون. مش هينفع تقدم على الوان ايت نين ولا هينفع تقدم على الوان نينتي الفور نين ون بس. قبل ما ارد بقى على السؤال اللي اكيد بيتفكروا في دلوقتي وهو انا اعرف منين قصلا وظيفتي في انهي لستة. خليني بس ازود حاجة كده ان لو وظيفتك موجودة في اللستة سواء ال او ال او ال او ال ده مش معناه ان خلاص هينفع تقدم على الفيزا الوان نينتي او الفور نين ون لا خالص لسه. معنا ان وظيفتك موجودة ده كده حاجة اساسية اوكي بس لسه في حاجة تاني لازم بتحقق. كل ولاية هنا عمدها شروطها. وبالاضافة ان وظيفتك تكون موجودة لازم يكون مستوي في الشروط الولاية دي اللي انت عاوزها تعمل لك آآ الولاية دي بحطها شوية سروط كده. كل ولاية لها الشروط تانية. ممكن مسلا الولاية تبقى طالبة ان يكون لك قريب عايش هناك بحيث تعرف ان انت تتقلم بسرعة ويكون هيساعدك. وفي ولاية تانية ممكن تبقى طالبة انت تكون درست هناك فترة ماجستير او دكتوراه. ولاية تانية تكون طلبة ان انت وده اساسية ولاية كتير بتعمل الحوار ده بتطلب منك انت تجيب او يكون معاك قريدي اصلا عقد عمل. من شركة هناك يعني حدا هيجيب لك عقد عمل او انت تعرف تجيبها عقد عمل. تكون اشتغلت قريدي هناك فترة وعشت فترة هناك في الاماكن او الاماكن اللي هي الولاية التانية او اللي انت هتقدم عليها يعني. كل ولاية بتكون حطة شروط غير التانية بس تعرف منين بقى الشروط دي. خلينا نجاوب على السؤال الاولاني. اعرف وظيفتي في انهي لستة من الثلاثة ازاي اصلا. وبالتالي تعرف ان ممكن اصلا تقدم على انهي فيزا فيهم. اول حاجة اللي احنا كنا كلمنا عنهم. هما دول اللي هتكلم عنهم وهيساعدوك جدا تعرف المعلومات دي. خلينا نفتح دول مع بعض. في موقع الهجرة هنختار فيزا. وبعد كده فيزا الوان ايت نين وبعدين سكيلد اوكيوباشن لست. بعد كده هتنزل تحت خالص. هتلاقيه بيقولك انك لو قدمت على نوع فيزا في تاريخ معين. والوظيفة دي كانت في الليستة وقت ما انت قدمت يعني وبعد ما انت قدمت الوظيفة دي الوظيفة دي تشالت من الليستة. ما تقلقش انت مش هتتأثر ولا هتخسر الفيزا بتاعتك او هيروح عليك او كده. اه ويعني ان خلاص قدمت والفيزا كانت لسه موجودة وانت قدمت وحنا بنعمل بروسسنج لك. الفيزا دي حصل اي حاجة او الشغلان دي تشالت ساعتها من القايمة. ما تقلقش طالما انت قدمت قبل مش شغلان دي تتشال. والفيزا بتاعتك بيتعمل لها بروسسنج. فعادي لا ما تقلقش اه الفيزا هتبقى لسه بتعمل لك بروسسنج وممكن تبعيت لك الدعوة عادي جدا. بس لو اي حاجة حصلت وانت احتاجت ان انت تغير اي حاجة مسلا تشيل تغير حاجة في وظيفتك تغير اه مكان انت شغل فيه تزود خبرة حصل اي حاجة واحتاجت ان انت تقدم من اول وجديد. لأ للأسف ساعتها مش هينفع تقدم على الفيزا لان انت وقت ما هتكون هتكون هتجي تقدم على الفيزا من اول وجديد او على غيرت حاجة في جديدة هتكون قريدي الفيزا اتعاملت ان هي خلاص هي تشالت من الوظيفة. سورا احنا قاسفين مش هينفع نعمل طلبات بالوقتي. بس لو انت قدمت متعامل عادي والدنيا كانت ماشية وبعد كده الفيزا او بتاعتك تشالت من القايمة بعد ما انت تكون قدمت لأ خلاص انت لما قدمت قبل ما هي تتشال فانت لسه مكمل ما تقلقش. وهتتعمل لك وممكن تاخد الدعوة عادي جدا مفيش مشكلة فهو بس بينبهك للنقطة ديت يعني. لو نزلت بقى اللي بتاحت دوت بتكتب فيه وظيفتك. وبتسيرش على الوظيفة دي موجودة اصلا في انهي لستة. اه انواع الفيز هنا مسموح لك تقدم عليها. اه يعني على حسب الوظيفة بتاعتك بتعرف اني نوع فيزا انت مسموح لك تقدم عليه. هل مسموح لك تقدم على الوان اتناين وdoc الا والوان نانتي بس. ولا الثلاثة كلهم اصلا مع بعض. ولا الوان نايتي بس والا الفور ناين بس. انت بتعرف بزد على وزفتك دي موجودة في اني لستة. في لصتي بتعرف كمان جهة المعادلة بتاعتك انت حتعادل مع مية. وتحت هيقولك الوظيفه. الوظيفة المطلوبة في استراليا اللي هم حاليا ستتمئة سبعة واربعين وظيفة. بس دول بقى بجيكلمو على اه في كل الستاذ بكل الفياز مش بيتكلم على الفياز الهيجرة بيتكلم على الفياز بصفة عامة بقى ام لو حد يعاك هنا الهيجرة. شغل بصفة عامة دي مش الدي مش شغلانات الهيجرة بس دي الشغلانات اللي مطلوبة في استراليا بصفة عامة لكل انواع الفياز. ام ودي اللي جدا لما روح على الوظيفة دي في الموقع التاني لأنزيسكو سيرش ده اللي باربو بيه بين الموقعين. هسيرش بالكوت دوت. قدين الفياز اللي ممكن تقدم عليها وبعد كده في الكلوم الرابع هتاق الوظيفة دي موجودة في انهي لستة. قلنا لو الوظيفة دي لو الوظيفة في ايا من ال او ال ال فكده انت محتاج من ولاية والاتنين مش هينفع مش مفتوح لهم اصلا تقدم على الفيزا لها ال 189 اصلا. الا اما هتقدم على ال 190 او ال 491 اما اما مسلا الاكاونت انت مسلا للمحاسبين فوظيفتهم مسلا في الليستة الاساسية اللي هي ال MLTSSL فهتلاقي كل التلات فيزات او التلات فيز ما في حالهم اللي هي ال 189 وال190 وال491 اخر كلهم بقى رقم خمسة دوت هتلاقي في اس من جهة المعادلة بتاعت الوظيفة ديت طالما وظيفتك في اي لستة من التلاتة يبقى لازم تعمل معادلة انت وظيفتك مطلوبة خلاص يبقى انت لازم تعمل معادلة مفيش وظيفة ملهاش معادلة. خلاني نختار وظيفة مسلا نتكلم عنها نختار مسلا دينتست اللي هو بتاعة طبقة الاسنان دي ونشرح عليها كده. هنسرش دينتست الكود بتاع بتاعها كزا. لو دست على الكود ده كده اه هيوديك تانية هتلاقي فيها كل اللي انت اه محتاجة تعرفه عن الوظيفة دي. ايه هي وايه المؤهل اللي مفروض يكون معاك عشان اصلا تعمل المعادلة واهم حاجات المفروض تعرفها عشان لما تيجي تعمل المعادلة بتاعتك. وايه اصلا او اللي المفروض تكون انت بتعملها اصلا عشان تعمل المعادلة بتاعتك او تقدم على المعادلة بتاعتك اثناء شغل لك يعني. اه بمعنى لما هتيجي تعمل المعادلة لو عايز تثبت سنين الخبرة في وظيفة معينة عشان تاخد نقط لازم الحاجات اللي في دي او الوظيف او دي تكون موجودة في الجواب اللي انت هتجيبه من الشركة بتاعتك. اللي الشركات هتعمل هتعملها لك يعني وتثبت بها سنين الخبرة بتاعتك وتختملك عليها. بحيث تثبت ان انت كنت شغال في نفس التاسكس دي اللي الناس هنا في استورايل شغالة فيها لما تيجي تعمل المعادلة بتاعتك. فمهمة جدا او التاسكس اللي هي دي تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه يعني الحاجات دي لس بكون انت بتعرف تعملها عشان اصلا يعترف بيك هنا مهندس. او يعني صور يعترف بيك هنا في جهة المعادلة اللي انت اللي انت عايز تتعادل معها. اه بعد كده هتلاقي بما ان الوظيفة دي حاليا مطلوبة مسلا اللي هي وظيفة الدينتست بس هي مطلوبة بس حاليا في اللي هي اللي لسة بتاعت الريجنال. اه فطبيقية الفيزا الوحيدة اللي هينفع اصلا تقدم عليها هي ال four nine one الريجنال فيزا. واخر حاجة جهة المعادلة بتاعتها هي لو دست عليها ايه جهة المعادلة دي هتلاقيها اسمها او دست على اللينك اللي موجود تحت هيوديك للموقع بقى وهناك هتدور او هت هتشوف بقى انت عايز او ازاي تعمل المعادلة وهي الاوراق والحاجات اللي هم هتلوها منك. كل جهة معادلة لها وحاجة مختلفة وطريقة مختلفة خالص للمعادلة. في معادلة بتحتاج ان انت بس تمتحن انجليزي وتقدم شوية ورق او في معادلات تانية لا انت لازم تدرس وتمتحن عشان اصلا تعرف تعادل على حسب تخصصك ايه. اه كل شهرانة بيكون لها رمز ووظيفة كود كده وجهة معادلة خاصة بيها. مفيش وظيفة في الليستة ملهاش معادلة زي ما انا قلت. لو وظيفتك في الليستة يبقى لازم هتعادل مع جهة جهة ما يعني. لكن المعادلة نفسها ممكن تبقى زي ما انا قلت مجرد تجميع ورق. ممكن تبقى امتحن انجليزي او ممكن تبقى عشان بس تعادل محتاج تمتحن وتذاكر حاجة على حسب من وظيفة بتختلف من وظيفة فعلا لو وظيفة. اه كده احنا جاوبنا على السؤال الاول تعرف وظيفتك في انهي لستة وايه الفيز اللي ينفع تقدم عليها على وظيفتك. تاني سؤال بقى اه تعرف من ايه شروط اه شروط كل ولاية ايه اصلا بحيس تشوف هتعرف اصلا وهتعرف تحققها او هي متحقق في الكيس بتاعتك بالنسبة للفيزا الوان ناينتي او الفور ناين وان ولا لأ هنروح بقى للموقع التاني اللي هو انزيسكو سيرش يفضل انك الاول تكريت اكاونت لك عشان تعرف اكسس كل حاجة في السايت ما يطلع لكش اي ايررز او كده. فهتكريت اكاونت وبعد كده تلوجين عادي جدا. هتدخل على من فوق بقى خالص على الليست. هتلاقي كل اللي السنة الجديدة اللي هي عشرين واحد وعشرين. لو انت عاوز تعرف وظيفتك برضو موجودة في انهي لستة. اه ممكن تعرفها من هنا. لو اخترت مثلا مل تي اس اس ال ونزلت تحت هتلاقي كل الوظائف الموجودة في الليستة دي حاليا. لو عملت حتى مش هتلاقيها موجودة في الليستة لان هي موجودة بس في الليستة بتاعت ال اهم حاجة اللي هو الهربو بي بين الموقع بتاع الهجرة اللي هو بتاع الحكومة اللي هي وموقع الانزاسكو سيرش. فهي اما انت لو عارف الوظيفة دي موجودة في ال هتروح تسيرش في ال على طول بالكود عادي جدا. او لو انت اصلا لسا مش عارف او ما عندكش وقت او عايز تراح دماغك يعني وتشوف الوظيفة دي موجودة على طول فين يعني? هتروح لفوق خالص للسيرش هنا وتختار سيرش بالانزاسكو اللي هو الكود بتاع الوظيفة يعني وتكتب الكود بتاع الوظيفة في السيرش بار. اه هتلاقي اه هتلاقي طلع لك نفس المعلومات اللي كانت على الموقع بتاع الحكومة الوظيفة دي في ال آآ بس مش في ال ايستي اس او ال ومش في ال ام ال تي اس اس ال. وبالتالي الفيزا الوحيدة اللي انا ممكن او الوظيفة دي ينفع اصحابها يقدموا عليها الفيزا الوحيدة هي هتبقى الفور ناين ون. لو دست على للفور ناين ون. هيفتح لك صفحة اه صفحة الوظائف الرسمية. اه اللي فيها بقى كل الوظائف اللي في كل لستة بالتفصيل تاني. وهتلاقي مثلا الامل تي اس اس ال فيها متين واتناشر وظيفة. والاس اه تي اس او ال فيها متين وخمات اشهر وظيفة. والار او ال فيها سبعة وسبعين وظيفة. ولو نزلت تحت اكتر هتلاقي كل جهات المعادلة والاختصارات بتاعها عاملة ازاي لو انت يعني حابب تاخد فكرة. بنرجع تاني بقى للموقع بتاع انزاسكو سيرش علشان نجاوب على سؤال الولايات. احنا هنا في الفيزا اوبشنز لو اخترت الستايت بقى هيفتح لك كل الولايات اللي حاليا مطلبة ناس للشغلان بتاعت الدينتس دي على الفور ناين ون. هتلاقي مثلا الاستراليان كابيتال تراتوري اللي هي كامبرا. كامبرا دي عافريكا هي العاصمة هي العاصمة مش سيدني زي ما اغلب الناس ممكن تبقى الفاكرة. كامبرا دي اه اللي هي المكان العاصمة وده ودي بلد صغيرة كده هي بس اهم حاجة فيها المبنى بتاع اللي بتاع البرلمان اللي بتعمل فيه الجلسات وكده. لكن هي كمكان عادية جدا. اشهر مكانين هما طبعا سيدني وميلبورن. اه فهتلاقي كامبرا ودي اه او هتلاقي تاني اللي هي الانتي اللي هي دول الولاياتين اللي محتاجين حاليا في الوظيفة دي. بالنسبة للعلامات الصح بقى اللي بالاخدر دي. لو العلامة دي بالاخدر يبقى انت الوظيفة في بتاعتك موجودة في الوظائف للولاية دي. وهينفع تقدم عادي جدا لو بتميت الولاية. مش معنى ان انت وظيفتك اه مطلوبة ان انت خلاص كده ينفع تقدم. لا كل ولاية بتبقى لها لازم تبقى انت متحققه فيك. اه لو اللون بقى مش اخضر اللون مسلا ازرق. الازرق ده معنا ان الوظيفة دي مش موجودة في لستة الوظائف. اه للولاية دي حاليا. بس في احتياج حصل لها في الولاية يعني في الوقت دوت. وانك ممكن تقدم عليها برغم ان هي مش موجودة في لستة الوظائف. بس ستيال الولاية عايزها ساعتها عشان ظروف ما يعني. لو انت بتميت وتحقق تاعت الولاية دي. تاسمانية مسلا دي ولاية محتاجة مسلا حاليا محتاجة اطباء اسنان. يشتغلوا هناك مسلا ففتح تلبي احتياجها من دكاترة الاسنان دلوقتي لحد ما يجي وقت الابديت بقى بتاع الليستات بصفة عامة اللي هي الليستة بتاعت الولاية او كده. او الليستة بتاعت الاستiosaية بصفة عامة يعني. ويشوف ساعتها بقى هم ممكن يدفوا يدفوا الشرنة دي في الليستة بتاعت الوظائف رسمي ولا لا حسب احتياجهم ساعتها وقتها. اه لو العلام الصحي دي بقى بالارانج معناها ان وظيفتك مطلوبة في الليستة بتاعت الولاية عادي جدا. بس للاسف اه الدعوات وقفة حاليا لسبب ما يعني في الفترة دي. لو بقى فيه اكس حمر على الوظيفة دي يبقى في الولايات دي انت اصلا وظيفتك مش مطلوبة ومش اللي جبر اصلا ان انت تقدم مش هينفع تقدم هناك خالص. اه بالنسبة بقى للشروط كل ولاية بتعرفها ازاي. يعني كل ولاية بتبقى حطوا الشروط غير التانية انت تعرفها ازاي. هتروح لتالت حاجة اللي هي هتلاقي كل الولايات. خلينا الاول نروح لتاسمانية نشوف حوار العلامة الزرقى ده ايه هما الكونديشنز او ايه الكصة بتاعتها. العلامة دي اتعملة ازاي واشروطها. هتلاقيه لو دخلنا كده بيقولك طب ايه هي يعني الناس اللي هي في الحالات الحارجة او يعني ليها بس ممكن تقدم. طب ايه عم انت دي يقولك انهم فتحوا كوتا صغيرة كده لحد المزانية الجديدة الكوتا دي بعدد معين. ولشوية وظائف معينة يعني علشان اه تساعد اه عشان اه تحسن او تساعد في حوار الكوفيد يعني هنا في الابلكانس لازم ساعتها يعملوا ان هما اه لازم يعملوا يبعثوا او يوضحوا يعني ازاي هيقدروا يساعدوا في مواجهة الوباء ده هنا وكمان لازم يجيبوا جواب من كزا لازم يجيبوا جواب من من مديرهم يعني ان هما اشتغلوا في الحاجة دي قبل كده وفيه شوية شروط تانية كزا وكزا وكزا شوية شروط يعني بتاعت الولاية نفسها لو رجعنا تاني بقى للولايات عشان كده هما فتحين يعني في الوقت دوت من السنة يعني هما عايزين ناس سبيشال لمواجهة الوباء ويساعدوا في المنطقة دي سوا بقى ريجنال او في المناطق اللي هي اللي في السيتي برضو عشان كده هما فتحين الفستين الـ 190 والـ 491 لو رجعنا تانية للولايات قلنا كانت محتاجة ناس على الـ 491 هنيجي مبوس طب ايه الشروط بقى اللي كانت طلبها كامبرا ايه ده لأ مفيش اي شروط ساعتها محطوطة تمام طب بالنسبة بقى للـ anti-northen territory ايه شروطها قالك اه ده لازم يكون معاك ساعات عشانين فهتقدم شرط الولاية دي بس ان انت لازم يقع معاك ايلت ستة في كل باند او ما يكافقوا مثلا في ايه متحان انجليش تاني زي الـ PTE ايه تاني بقى كان مفتح للـ 491 ساوس استراليا ماشي خلينا نبوس كده على ساوس استراليا على فكه ساوس استراليا اصلا تفكر تقدم يعني انك اصلا تكون اللي هي الشروط العادية اصلا اللي كانت موجودة على مواقع الهجر عادي جدا اللي هي ان انت تكون نعمل المعادلة شغلاتك مطلوبة في الـ list عادي جدا وعندك انجليزي تمام والـ points محققها اصلا وكده كل الحاجات دي العادية اصلا انت عشان اصلا ينفع تقدم ان انت تكون معاك الـ 65 نقطة اصلا ان هو بتوع اللي انت تكون محقق كل الشروط اصلا بعد الـ 189 طب انت ايه اللي يخليك اصلا لو محقق الـ 1A2 هتيجي تقدم عندها عشان تاخد نقاط زيادة هو حتى كاتب لك ان لازم يكون معاك دي بقى شروط تانية زيادة لازم يكون معاك يعني باند 7 او اعلى يعني هو انت بحقق الشروط الاساسية اوكي دي حاجة على جنب كده مبروك هايل انت كده وقت تمام يعني او شخص تمام يعني الفكرة بقى ان انت لو عشان تقدم لازم بقى معاك حاجات ازيت كمان دي حاجات اكتر ايه بقى دي بقى معاك يعني باند 7 او اعلى لازم بيقى معاك اصلا تسعين نقطة بتوع الولاية يعني لازم اصلا علشان تقدم يكون معاك تمانين نقطة عادي جدا من قبل ما تقدم على وتاخد العشر نقط بقى بتوع الفيزا اللي هي الفور نين وان فتبقى انت معاك تسعين يعني انت عشان تقدم لازم تبقى محقق الـ 65 ده طبيعي اه محقق السن وكل الـ اللي هي شروط الفيزا العادية الـ 189 عادي جدا بلس ان انت بلس يبقى معاك اه تمانين نقطة اصلا لوحدهم من قبل اصلا ما تقدم على الدعوة عشان لان ما تقدم على الفور نين وتاخد العشر نقطة يبقى انت كده معاك توتال تسعين نقطة كلهم على بعضهم كده. في اخيرة بقى لو رحت للتاب بتاعة الـ هتلاقي كل الـ الوظائف دي. اه عدد الناس بقى والـ اللي تقدمت للوظيفة دي كان عامل كان عامل ازاي او كان عامل كان قد ايه يعني. وعلى كام نقطة. ومن الـ اللي فيه كام واحد او كام شخص يعني جات له الـ بقى انه يقدم اصلا على الفيزا يعني. بس طبعا الارقام دي مش هتبقى قوي يعني زي موقع الحكومة. اخر مثلا كان في تلاتين نوفمبر 2020 فاللي هو طبعا من فترة فاتت. حاجة اخيرة بقى لو وظفتك موجودة في اللي ستة الكبيرة اللي هي الـ ومطلوبة في الولايات عادي برضو. فانت كده محقق شروط الولايات كمان. ممكن ساعات هتقدم على الثلاث فيزات عادي جدا وهتعمل اللي هو اللي هنتكلم عنه في فيديو جاي. لكل فيزا غير التانية منفصلين عن بعض. يعني لو انت وظيفتك مطلوبة في اللي ستة الاساسية اللي هي الـ فانت كده ومحقق كمان شروط الولايات فانت كده اولا اللي ستة الاساسية موجودة فانت معاك الوان اتناين بحقق شروط الولايات والمية وتسعين مفتوح لك فممكن تقدم الوان ممكن برضو بقى مفتوح لك ساعاتها ومتحقق الشروط بتاعيتها فممكن تقدم. فانت ممكن تقدم على تلات انواع الفيزات دولار كل فيزا منهم بابليكيشن لوحدها او بي او اي لوحدها واللي اتجي لك الاول قبل التانية هي دي خلاص اللي انت بتروح عليها. فاحسن حاجة انت بتزود فرصك. وقعادي ممكن تقدم اكتر من كل واحدة منفصلة لفيزا معينة يعني. اه كده احنا اتكلمنا بقى على او الشروط الهجرة لاستراليا واهم انواع الفيز واخيرا المهن المطلوبة حاليا للهجرة. في فيديو جاي بقى هنتكلم على المعادلة اه ازاي بقى تعمل معادلة للشهادتك واهم الاخطاء اللي انا عملتها يعني. اه وانا بعادل شهادتي واجهت المعادلة بتاعتي هنا. اه وانا بعمل المعادلة بتاعتي يعني مع انجيني جستوريا. ايه الحاجات اللي انا وقعت فيها وايه الحاجات اللي هم تعلبولي او بعتولي كده ميل مش لازيز يعني عشان يقولولي اه اعدل الحاجات دي وبعت لنا تاني انت في حاجات عاملها غلط. وفي حاجات جايبها من النات وكده. بس ده كده كان فيديو انا لنسوش بقى الاعجاب واشتراه. عايتين نواصل الفيديو دوت او المعلومات اللي احنا قلناه نهاردة دي لأكتر عدد ممكن. وما تنسوش بقى تعملو ستراه لبقانه من هنا. تفرعوا على الفيديوات التي تفادت من هنا. او الفيديوات التي تفادت كلها من هنا. اشوف كم في بيديو جديد. سلام.